اتباع القواعد الأساسية مش محتاج لا رشاوي ولا مكافئات خليكوا فاكرين القاعدة دي كويس قوي لأن الحكاية دي بتعلم الطفل مخالفة القواعد الأساسية لما ننسى نقدم له الحافز أو المكافئة أو الرشو سادسا ودي بقى عكس النقطة اللي فاتت خلي مش احنا قلنا ما تتفوضيش أو ما تقدميش اختيارات في حاجات ما فيش فيها اختيارات عكسها بقى النقطة السادسة خلي عندك مرونة وقدمي للطفل بعض الاختيارات في حاجات بسيطة زي ايه مثلا اختيار لبس النوم اختيار يعني او مش لبس النوم مثلا لما اه يعني لبس النوم او لما ييجي مثلا هيستحمى نلبس دا ولا دا لما تيجوا خارجين نلبس الطاقم دا ولا نلبس الطاقم دا قصة عايز يسمعها منكو في الكتب اللي هي بتبقى الكتب القصة نقرأ قصة دي ولا قصة دي قناة تلفزيون بيحبها أكتر تحب نتفرج على القناة دي ولا القناة دي اللاعب عايز يلعب بيها في وقت معين أكتر من غيرها نلعب بدي ولا نلعب بدي خلاص اهو انت بتطرحي بدائلة اهو دي مرونة منك ومرونة منك كأب تشجيع استقلالية الطفل في الأمور البسيطة دي بيكون له أثر كبير قوي انه يسمع كلامكم بعد كده ويرضيكم في أمور تانية مهمة سابعا نتجنب الأسباب أو المواقف اللي احنا عارفين انها مرتبطة بنوبات المزاج العصبي عند الطفل يعني مثلا اذا وجوده معانا او وجوده معاكي وانتي بتشتري حاجات للبيت ده بيخليه يشبط في حاجات كتيرة هناك يبقى بلاش هو في المشوار ده لو لعبه مع قرايب له مثلا اكبر شوية منه في العمر بيخليه يتعصب او بتدخله بعد كده في نوبة غضب او كده يبقى برده نحاول نتجنب ده ونشتغل على اصلاحه وبرده في النقطة دي اصلاحه طبعا مع الاكبر يعني في النقطة دي برده عايز اتكلم في حاجة قبل منسبة بلاش الاحراج والكسوف يخلونا نيجي على اطفالنا نهدر حقهم يعني هقول لكم يعني ايه فيه اطفال واحيانا كبار والله يعني فيه كبار كمان بيعملوا حكاية دي بس فيه اطفال خلينا في الاطفال دلوقت فيه اطفال من سن كده 8 سنين فما فوق بيكون طريقة لعبهم مع الاطفال الصغيرين كلها عنف واستفزاز يعني يعني فهمين قصد تلاقيوا الطفل الكبير ده بيغيز الطفل الصغير بيضايقوه فيه اطفال بتعمل كده مش بقول كلهم فيه اطفال بتعمل كده يستفزوهم يضايقوهم ده حتى احيانا يحولوا الاطفال الصغيرين دول لعبة او تسلية يعودوا ايه اكنهم بيشلوهم اكنهم بيعملوا اكنهم عايزين يبينوا يعني انهم مكبار وللأسف ده بيكون واضح للكبار يعني واضح للأهل الكبار يعني لكن بقى ما تلاقيش توجيه او تنبيه وتدخل بقى المسألة في دايرة ايه لو مثلا ام او زوجها يعني تقول زوجها مثلا خلي بارك بس بيه انت كده هتحرجيني قدام اخويا او انت هتحرجني قدام اختي والحاجات اللي ملهاش معنى دي ولا تمتل الاصول الحياة بصلة لان الاصول ان انا كاب او ام لما لاقي ولادي اللي اما الكبار بقى شوية بيمثلوا ضغط على طفل صغير لازم انا اللي نبه ولادي وكون انا اللي حريص ان هما ما يبقوش مصدر دي او مشكلة طب افترضنا ان انا انا ككبير ما عملتش كده يبقى لازم بقى اهل الطفل الاب والام ما يجملوش بقى في حاجة زي كده يمنعوا هما بقى الحكاية دي لا يا حبيبي كده انت ايه انت كده بتدايقه انت كده بتدايقه انت كده مش بتلعبه هو كده متدايق خلاص وهنا لا في زعل ولا في حاجة عشان كده انا بقول لكم ما تخلوش الاحراج والحسابات اللي هي الغر يعني الغر منضبطة دي تخليكو تيجو على حق اطفالك الاطفال من حقهم ان هم يبقوا عادين في امان الله في اطفال تبقى عادة كده هادية في امان الله وتلاقيوا اطفال اكتر في اجتماعات عائلية او مش عارفيت لاو اطفال يدايقوهم فعلا بيغذوهم يعني تمام تامن نقطة نشارك الطفل لألعابه او نشاطه اذا كان هو حابب كده يعني وده يعني انا عايز اقول لكم مجرد قعدتنا مع الطفل وهو بيلعب يعني هو بيلعب كده رحت انت قعدة معاك ده على الارض او حضرتك قعدت معاك أب على الارض او هو بيتفرج على التلفزيون قعدت جنبه ده معناها كبير قوي بالنسبة للطفل معناها انكم وفقين ومبسوطين من نشاطه الهادي اللي هو بيعمله ده وده بيدعم ثقة الطفل في نفسه وبيخليه حس ان هو بيحسن الاختيار واخيرا ودي تاسع بقى نقطة اظن يعني قلنا هت يعني هنقوله هت دي تاسع نقطة غير اللي قلناه من الحلقة اللي فاتت حفظوا دايما على روح الدعابة والبساطة مع بعض ومع اطفالكم مع بعض كأزواج حضرتك وامراتك وحضرتك وزوجك دايما كده خلوا فيه روح مريحة كده في البيت وده هتتنقل للاطفال كمان هتلاقوا فيه جو عام كده مريح جو عام كده بسيط ومريح الاطفال المبسوطة الاطفال اللي بتبقى مبسوطة واللي بتضحك بيكونوا اقل عرضة للاصابة بنوبات المزاج العصبية بنسبة 45% عن الاطفال اللي على طول متنشنين او في اجواء فيها توتر وده ما بين عمر السنة الاولى وحتى الثنة السالسة من العمر طيب جاوبنا كده على سؤالين من الخمسة بتوع حلقة النهاردة سؤالنا التالت في حلقة النهاردة هل تفكرنا في العقاب لما تحصل نوبات المزاج العصبية دي تفكير صحيح ولا خطأ وبكل وضوحة هو مباشرة بقولكم اجابة هذا السؤال ان التفكير في العقاب في المواقف دي هو تفكير خاطئ ارجوكم بلاش تلجأوا الى عقاب يؤذي طفلكم جسديا او انفعاليا صحيح ان الطفل مطلوب انه يفهم او يدرك ان التصرف ده خاطئ لكن ده مش معناه ان احنا نضرب او نسرخ او نهين الطفل تفكير من طفل